اشتركوا في القناة 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 وتهديئة النفوس والعمل على الوصول إلى الصلح ويكون الهدف الحقيقي الوصول إلى الصلح ما بين الأزواج باش تكون عندها نتائج في الحد من نزيف الطلاق ثالثا ورابعا وآخيرا هي مسألة الخضانة هذه الحضانة في حالة الطلاق تتعطى الرجل يشوفوا وليداته مرة في الأسبوع هذه مسألة غير مقبولة غير مقبولة بالمرة كيفاش أن الرجل اللي رباه هذه الوليدات أكبرهم وأساهم في هذه الأسرة أنه يتحرم الزيارة للأبناء غير مرة في الأسبوع الرجل يجب أن يراقب أبنائه كل يوم كل نهار يشوفوا ليداته ساعة في النهار ولا جوج ولكن بما يسمحوا له الضروه باش يراقبوا ليداته في الدراسة في الملبس ديالهم في المأكل ديالهم في الحياة ديالهم نحن نعطيها مرة في الأسبوع وبالتالي هذا مرة في الأسبوع تتكافض دراسات على أن الأب الأبناء كي يبقوا في حاجة ماسة إلى أنهم يشوفوا أباهم قريب منهم المسألة الآخرة هي ولاية الأب لا يمكنه بتاثر أن نقبله باعتبار رجل داخل الأسرة أو للأب نستعمله غير باش نتجوا الأولاد ولا باش نخلصوا عليهم لا هذا الرجل عنده قيمة داخل الأسرة عنده أساس داخل الأسرة والأساس دياله ركيزة أساسية بحل و بحل المرأة وبالتالي أننا نحرمه من الولاية هذا أمر غير مقبول الرجل خلص يكون شريك ديال المرأة افتخذ القرارات و شريك أساسي افتخذ القرارات لا في مستقبل الأبناء ولا في الدراسة ديالهم ولا في تنقل ديالهم ولا في الصفر ديالهم ما يمكنش نغيبوا الرجل عن الأسرة وإلا كانش علوها الأسرة راهينة ديال الأمراض النفسية الأطفال راهينة ديال تلاعب بها من أي جهة راهينة ديال تشتت الهوياتي والتشتت القيمي وهذه أشياء كان ضمن أن جلالة الملك كان صارم فيها لا في الخطب الملكي ديال عيد العرش ولا في الرسالة الملكية وبالتالي ما قاله وهبي صدم كل مغاربة وكانت منه فعلا أن ما يخرج وهبي خرجنا في الحيط بحل اللي خرجنا في مباراة المحامات هذا أمر ديال الأسرة أمر خطير جدا أمر مرتبط بالمجتمع أمر مرتبط بالأمة المغربية أمر مرتبط بمؤسسة إمارة المؤمنين واللعب فهذا الشيء غادي غادي دخلنا كلنا في متاهات نحن في غينة عنها مسألة ديال الميرات والأرت المغربة ما قبلينش يتخلوا على المرجعية الدينية ديالهم وعلى النصوص القطعية فهذا الشيء هذا ما قبلينش اللعب فهذا الشيء للذكري متلو حض الأنثيين هذه أمر واضحة وبالتالي الله يجزيه بخير سيوه بي إلا كيشوف راسو مازال ما عندوش القدرة والنطج الكافي باش يتحمل مسؤولية فهذا بحال هكا كبيرة وكتعلق بشأن مصيري ديال المغربة كانت منعلا أنه وحيد نفسه منها ويبعد لأنه هاتشي هذا غير ديال لعب فيه إلى ما لا يحمد عقباء وحنا هذا ما لا نتمناه لا المغرب ولا الأمة المغربية